نحن نحترم هذه المبادرة وهذه القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وكذلك ساندناها ونساند المحكمة العدلية الدولية وكذلك المحاكم الدولية وساهمنا حتى كذلك في إقامة العديد من التحقيقات في السنوات الأخيرة ونحن كذلك ساهمنا بنصف مليون يورو من أجل دعم المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدلية الدولية بصدد النظر في هذه القضية ونحن لا نريد التعبير عن أي موقف حتى تفضي التحقيق في هذه القضية إلى أخيرها لكن لا تفكرون كما فكرت بعض الدول أن تنضموا لجنوب أفريقيا في دعواها في هذا السياق في هذه الفترة لا يمكننا أن نقوم بهذا العمل نحن نعتبر بأن المحكمة العدلية الدولية أن تقوم بعملها وأن تنظر في هذه القضية وفي الدفعات الجنوب الأفريقية وكذلك أن يتم اتخاذ التدابير المؤقتة أو الاحترازية إذا مقتضى الأمر ذلك نحن مثل ما قلنا نساند محكمة العدل الدولية ونساند أي قرار تتخذ المحكمة ولكن نريد أن نترك القضاء يأخذ مجرى